سيادة المشير رامو ناجي منها حد حتى اللي حذاك الجيش لباط الجيش فتش وراهم ابحث في جرتهم شوف مصادر ثرواتهم يا سيادة المشير لما لباط جيش ضابط جيش يمتلك في 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 ثروة منين لهذا منين جاب الفلوس هذين كيف كيف ضابط في 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 املاك تعد بالمئات الملايين بعشرات الملايين منين لا لما رئيس جهاز امني يكون عندها استراحات ومزارع بالملايين وصيارات بالملايين منين لا نحن نعرف بعضنا الليبيين حرتين وداحيين نعرف بعضنا كلنا ناس اولامس كانت ما تملكش قوت يومها اليوم تملك الملايين ليش لأنه محسوب على الكرامة لأنه محسوب على الجيش لأنه مسك جهاز امني الناس اللي مش قادرة تحكي خايفة علي روح انا منيش خايف علي روحي اليوم للأسف الشديد انها اصبحت الاجهزة الامنية ميليشيات وانا نتحمل مسؤولية هالكلام اللي يطلع في الشارع يريد يحكي يقمعوه يستولوا علي ارزاق الناس اراضي الناس ام لكن الناس استولوا عليهم ما فيش حاجة تقضب الله ورسوله وما دروها يا سيادة المشير اذا كان انت ما تسمعش في الكلام هذا انا ننسى انوصل لك انا نتحمل مسؤولية كل ما نقولها الان وكل ما يدور في البلاد احتمادات وهمية سرقة افتعال ازمات بالله عليك يا سيادة المشير اطلع للبلاد اطلع للبلاد زور الناس يا سيدي دير يوم محدد حتى في الشهر مرة يجوك فيه الناس غادي وتسمع منهم بروحك تسمع الوضع اللي سير في البلاد برا شنو ربما ما يوصلو لكش في الصورة اللوم هم ونعذرهم ربما ما يبوشي شو شو عليك نظرا لحجم المسئولية اللي اللي عندك ولكن يا سيادة المشير هذا خطأ يا سيادة المشير عدم ايصال الحقيقة لا كراه امر خطير جدا يا سيادة المشير اذا كان ما عرفتش كل كبيرة وصغيرة في البلاد يا سيادة المشير هذا امر يترتب عليه خطر عليك وعلينا خطر عليه ليبيا كلها بالكامل الامل في الله وفيه انظر في حال الناس الحكومة الفاسدة الآن متسترة بالاجهزة الامنية وتقمح في الناس بالاجهزة الامنية واللي يطلع يتكلم يحبسوه ويحتقلوه ويخوفوه الناس اصبحت خايفة حتى منقول الحق لذلك يا سيادة المشير ارجوك 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 ما تخيبش رجاء اللي بيين فيك ارجوك ارجوك يا سيادة المشير انك انت تطلع بنفسك بنفسك ما عاد توكل علينا حد نحنا رانا ما عاش عندنا ثقة في حد ما توكل علينا حد نحنا ما عندنا شرقة الا في الله وفيك وفي الشرفاء اللي كيفك اطلع بروحك اسمع بروحك افتح قنوات التواصل مع الناس وشوف الناس شن عندها الناس راها عايشة من قل الموت الناس راها عايشة من قل الموت وانا نعمل مسؤولية هالكلام الناس راها معدلقة متاكل الناس عجزة عن العلاج عجزة عن الوكال لما يوصل لعند نين مواطن ما يلقاش حق تنكم مية يشريه الحوشة لان الضي طافل مية ما عاش تجيه ما يلقاش حق تنكم مية يشريه يا سيادة المشير خمستاش والله عشرين جنيه يكسر فيهن وفيه غير بالملايين وبمئات الملايين ويريتم غير مصيرنا ويلعبوا بمصير الوطن كله راه الوضع اصبح لا يطاق الناس راه انفجرت من الغيظ يا سيادة المشير والله العرب تشحت في الشوارع والله حتى العصران ما عاد قدر على العصر والله ما عاد قدر على العصر عرب وجوها تشحت شياب كبار عزيز قدام المصارف اذا كان ما يوصلو لكش في الصورة يا سيادة المشير نا نقولها لك الناس تشحت الناس تمت تزرق من قل الوكال ما يلاقي يا متاكل